نعم هناك مخاطر بالطبع لأن لنتخيل أن بريطانيا هي جزء من جسم اقتصادي تجاري السوق الأوروبية المشتركة التي بريطانيا هي جزء منها هي أكبر سوق تجارية في العالم أكبر سوق بمعنى تقريبا ربع الناتج الإجمالي في العالم يتم في هذه السوق ويتم تدويره في هذه السوق توقف عضو من هذا السوق جزء جغرافي عن العمل خصوصا هو جزء جغرافي حيوي بريطانيا هي مركز اقتصادي مهم جدا خصوصا للخدمات المالية هناك بالنسبة لصناعات معينة هي شريان صناعة السيارات وصناعات أخرى الأموال تدفق الأموال تداولات اليورو في برصة بريطانيا ولكن الأوروبيين جهزوا خطة الطوارئ محكمة لهذا السيناريو هناك مخاطر بالطبع هي أقل بكثير بالطبع من المخاطر التي ستواجه بريطانيا لذلك هذا ربما يدفع نعود ونقول السقور في حزب المحافظين لإعادة النظر هل نحن مستعدون لهذه المخاطرة للذهاب إلى فوضى يعني ذهاب بدون اتفاق ثم نجلس ونراقب البرصة في ثاني يوم نرى الجنيه الإسترليني إلى متى هل سيصمت هل سينهار هذه مجازفة كبرى أعتقد يعني لن يذهب سياسي بريطاني متعقل إليها ترجمة نانسي قنقر